خبر غريب هقول نوع غريب بس لغات لما استوعبه يعني يعني أنا وإحمد دلوقتي وإحنا بنقرأ الخبر يا أحمد عاديين بنتكلم طب إيه ده فين ده ليه ده إزاي طب ده عمل إيه إيه اللي حصل الدنيا ماشية إزاي ها أنا بس كل ده بفتح الخبر لأنه بالنسبة لي مش عارف هل أصبح يورجن كلوب هو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هل أصبح نادي ليفربول هو من يتحكم وجهة نظري أنا حاول وجهة نظري يعني حاول وجهة نظري هل أصبح نادي ليفربول هو من يتحكم فيه مين اللي يمشي من المنتخب ومين اللي يقعد في المنتخب ولا هناك اتفاق أنا مش عارف اتحاد كرة القدم مطلع بيان 3-4 سطور الحقيقة يعني معلش يا أحمد حقرى البيان بعد إذنك صلاح يحضر مباراة كاففردي ويسافر لإنجلترا عقب المباراة ده بيان من اتحاد كرة القدم المصري بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب الإنجلترا عقب مباراة كاففردي غدا لاستكمال علاجه على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية هنا البيان حدد متى سيسافر محمد صلاح ومتى سيعود قبلها بساعة ما هذه قصة قبلها بساعة كان يورجين كلوب في بعد مباراته في الدوري اتكلم عن عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول فأنا الحقيقة مش فاهم هل هناك اتفاق ولا ليفربول اقرر فاتحاد كرة القدم قال اوكي انا مش فاهم يعني حتى البيان مش مفاهمنا يعني كان من الممكن يعني ممكن يا محمود لو سمحت تجيبولنا الأستاذ محمد مراد يشرح لنا الموضوع يعني لو ينفع هو انا عارف ان هو في كودفور ينفع يشرح لنا الموضوع او حد يشرح لنا الموضوع بشكل بدل ما نتكلم كلام يعني لانه بالنسبة لي اللي انا سامعه او اللي انا قريته ده هقول ان هو مش مفهوم مش هقول حاجة تاني دوسة كابتن اسليل انا كلامي للمسؤولين لو مش هنتعامل ان محمد صلاح فرض في المنظومة زي وزي اي هو قال كده النهاردة وده ده بين في تصرحاته وده صح وده طبيعي ان انا بشوف ان محمد صلاح ان الناس حطاه في حتة مش بتاعته ان هو المتحكم ان هو اللي بيجيب اللعيبة اللي هو المسيطر على كل حاجة طب فين هنا مسؤولين عن الكرة في مصر يعني فين اتحاد الكرة يعني اتحاد الكرة دلوقتي اه صلاح هيطلع يتعالج ولو خف او لو خف قبل الدور قبل النهائي ان هو يرجع هو مين المتحكم في منتخب مصر يعني مين المتحكم وفي حاجة اسمها لعيب اصيب ومكترح ان هو يرجع بعد اسبوع بعد اسبوعين مفروض يتعالج فين مش مفروض يعالج في المنتخب مع دكتور المنتخب لان دلوقتي ده واضح كابتن اسلام لما انا اتكلمت لو الناس عايزة تشيل صلاح الليلة والكصة كلها لا صلاح ما يشيلش الليلة والكصة كلها اللي يشيل اللي ضييعه هيبة منتخب مصر المسؤولين عن الرياضة في مصر دي هيبة منتخب مصر هيبة منتخب مصر في افريقيا وفي الوطن العربي أنا بشوف أنها مش موجودة مش شخصية منتخب مصر اللي عيبة بتلعب بيها ما تلوموش الجيل الحالي أن تلوموا المسؤولين عن الرياضة في مصر أن هما ضيعوا هيبة منتخب مصر الحاجات اللي بتحصل دي أن النادي زي ليفربول ما احترامي ليه وبحجمه أنه هو يتحكم سواء في صلاح أو أنه هو يخرج لعلاجه ويكرر أنه هو يرجع أمتى هو فين المسؤولين عن الكرة في مصر يعني فين المسؤولين فين حماية منتخب مصر على كده بقى أي لعب يحترف بره ولا أي حاجة يمشي بمزاجه بقى ويرجع بمزاجه ويلعب بمزاجه ما يلعبش بمزاجه بص يا كابتن إسلام أنا دايماً بتكلم صلاح عقلية احترافية مش موجودة كتير لو تحطله نظام لو تحطله زي ما كان محتوط نظام قبل كده مع مستر كيروش وزي ما محتوط قبل منه مع مستر كوبر أن فيه نظام صلاح ده سن في ترس جوة المنظومة اتعامله معا بناءاً عن كده وصلاح هيخضع لكده لما هيلاقي أن فيه نظام وفيه سيستم داخل المنتخب أو داخل المنظومة الرياضية في مصر هو مليار في المئة هيتابع ليه غير كده لو صلاح أخلب أي حاجة من الحاجات دي هو اللي هيتهاجم هو اللي هشيل لها في الآخر لكن أنت سايب له كل حاجة أنه هو يتحكم أنه هو يخرج أنه هو يرجع أن النادي زي ليفربول يقرر أنه هو هو اللي يعالج محمد صلاح ما تلموش ليفربول أنه هو بيحمي اللعيب بتاعه أنا هنا كتن إسلام بحط نفسي مكان المسؤول في منتخب مصر بحط نفسي مسؤول في ليفربول هم شايفين أن هنا أنتوا مش قادرين تحمو محمد صلاح مش قادرين تحمو من الانتقادات مش قادرين تحمو الهجوم عليه مش قادرين تحموه فهو قرر أنه هو يسحب صلاح من كل الأقويل أو الضغوطات أنا بشوف أن الموضوع بعيدا عن الإصابة موضوع استقطاب محمد صلاح أو رجوع لإنجلترا أنه هو يكمل علاجه هناك هو بعيدا عن قصة الإصابة نادي بيحمي اللعيب بتاعه نادي بيحمي قيمة كبيرة إحنا قد يكون أن إحنا مش مقدرينها في مصر أن محمد صلاح قيمة عالمية داخل مصر مش قادرين نحميه من الضغوطات من الضغوطات عليه بشكل كبير جدا لكن أنا بقول لحضراتك لو في نظام وسيستم داخل المنتخد حطوا مسؤولين عن الرياضة في مصر حطوا المدير الفني حتى في طريقة لعبه أنا دايما أنا كاتل الإسلام الناس بتتكلم على المباراة اللي فاتت أن كل لعبة بتنسي كرة الديال صلاح وهنا لو فيه سيستم لعب هل هل أو فيه شخصية للمدير الفني هل ده هيبقى موجود طب ما صلاح هو هو نفس الجيل وهو هو نفس محمد صلاح اللي كان مع كيروش السيزون اللي فات أو الكاس الأمم الأخيرة وحقق نتاج جبال أن الرجل كان حطت سيستم وبرضو ما قدرناش كمسؤولين أن نحن نحافظ على قيمة كبيرة زي كارلوس كيروش ما قبله مستر كوبر أن أنت الرجل بعد سبع سنين بيوصلك نهاية أفريقيا وأنت أصلاً ما كنتش بتوصل زائد أن أنت وصلك لكاس عالم بعد 26 سنة أن أنت توصل لكاس عالم ما قدرتوش تحافظه على على الرجل دوت بالجيل اللي هو اللي اشتغل معي لكن والحقيقة برضو من وجهة نظر أخرى هل يليق أن كابتن منتخب مصر وبالنسبة لنا محمد صلاح قيمة كبيرة بالنسبة لي أنا برضو بقول كلام يعني محمد صلاح بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة جداً هو مثل أعلى حتى الناس اللي بتنتقد محمد صلاح الفترة اللي فاتت وأنا زعلان منه مش شوية في حاجات لأنه الناس دي مثلاً هتلاقي بيقول لابنه أنا عايزك تطلع زي محمد صلاح ولكن في نفس الوقت إذا كنت تريد أن تنتقد صلاح في أداءه في الملعب انت حر كلنا بننتقد أداء صلاح محمد صلاح في الملعب ولكن بالنسبة لي أن يطرق كابتن منتخب مصر منتخب بلده ويسافر عشان يتعالج ويرجع أنا الحقيقة دي مش مفهومة بالنسبة لي قد يكون هناك اتفاق ما بين السلاسي محمد صلاح والاتحاد الكرة والكابتن حازم المشرف على المنتخب والاتحاد الكرة وليفر بول ولكن في النهاية هل من الطبيعي أن قيمة محمد صلاح الكبيرة جداً دي أنه يسيب المنتخب ويسافر هل ده يعني ما عرفش هل أنا شايف الموضوع صح أو لا غلط بس كابتن إسلام أنا في الحالات دي دايماً هو ممكن دوره ما يبقاش داخل الملعب لكن خارج الملعب هيبقى ليه دور كبير جداً قدة اللبسة هيبقى ليه دور كبير جداً بالزبط وقائد كلمة محمد صلاح بالزبط بالزبط قائد مع اللعبة الكبيرة ودايماً بنتكلم كابتن إسلام على أي نجاحات وعلى أي نتائج إيجابية أو على أي مقاومات بطولة هي بتخرج من قدة اللبس هي مش أداء في الملعب بس لكن مع لعبة كبيرة مع معقيمة زي محمد صلاح كان مهم عليه التواجد داخل قدة لبس المنتخب في البطولة يبقى داعم للزميله بشكل كبير جداً حتى لو في حالة أو أنه هو كان يبقى موجود وبرنامج علاجي يتبعت له مثلاً من ليفربول أنه هو يكمل مع منتخب بلده وخصوصاً فترة الأخيرة محمد صلاح بتعرض لانتقادات كبيرة جداً وأعتقد أن دا كان توقيت مش كويس أنه هو ياخد قرار شباب حيث أنا مع أنه أنتقد لاعب فنياً حضرتك ليك وجهة نظرك وأنا ليه وجهة نظري دا ما عنديش مشكلة فيه إطلاقاً ولكن أنه أنا أقول أنه هو هرب من المنتخب دا قبل النهاردة الحقيقة ومعسكر المنتخب ومش عارف إيه كلام دا بالنسبة لي هو كلام مرفوض أنا لا أقبل أن حد يتكلم على صلاح أو غير صلاح أي لعيب من لعبت المنتخب كلهم ناس محترمة وكلهم لعيبة بتموت نفسها عشان خطر اسم بلده بما فيهم صلاح وأنني كلهم الحقيقة بيموتوا نفسهم عشان كده ولكن أن يترك حتى لو كان هناك اتفاق بالنسبة لي أن يترك كابتن منتخب مصر فريقه في هذا التوقيت إن شاء الله ربنا أكرمنا بكرة ونكسب وكل حاجة أن يترك كابتن الفريق الفريق في هذا التوقيت ويسافر أعتقد بالنسبة لي هيا دي اللي علامت استفهام كبيرة جدا أتمنى أن محمد كشخص يراجع نفسه في هذا الأمر هو يقدر وجهة نظري أنه هو يقدر يؤثر على الطرفين يؤثر على ليفربول ويؤثر على اتحاد الكورة أنه هو يقعد ويكمل مع المنتخب ويتعالج مع المنتخب أه طبعا بيني وبينك برضو بس لو نظرت لها من الناحية العلاجية هو يسافر يعني لو هياخد أسبوعين في كودفور هيبقى أسبوع في ليفربول أو في إنجلترا لأنه الأجهزة أكثر تطورا والكلام ده كله ممكن برضو يمكن النظرة ما خلينا برضو نتكلم على الجانب الآخر ده اللي قلت لحضرك عليه يمكن النظرة لهذا الأمر إنه نحن عايزين محمد يرجع بسرعة فيروح يتعالج في المكان اللي فيه كل الأجهزة اللي بتعالج وبتعمل يمكن أنا بحاول إن أنا أوجد أي شيء ما بصك أبتل سام ده اللي أنا بقول لحضرك عليه زي ما بنتكلم على كان إحنا مسؤولين داخل المنتخب أو كان مسؤولين عن الرياضة مهم جدا تتكلم أو تحط نفسك مكان الجانب الآخر صحيح إن أنا عندي لعيب من أهم اللعيبة في فرقتي اللعيب بيقدر يعملي الفرق دايما بدل ما يقعد مثلا أسبوعين في بطولة مثلا مع المنتخب بعد كده يرجع يأخذ الأسبوع بتاعه لأ أنا أقدر أكسب وقت معاه لأ أنا أقدر أهله بشكل كبير لكن كله هنا بيفكر في مصلحته كل اللي في بربول نحن مش عارفين عشان كده أنا بقول إيه يا أحمد كان نفس اتحاد الكرة يطلع بيان شافي يعني لما أنا أراه أبقى فاهم الموضوع من الألف للياء مهم توضيح الموضوع للرأي العام كابتن سيدي لأن الرأي العام المصري أو الشارع المصري ليه حق في المنتخب يعني ليه حق في إنه هو زعلان إن المنتخب شكله كده ليه حق على لعيبة منتخب مصر ليه حق على المسؤولين في مصر إنهم يضعي وضح وضح السورة مهم جدا أنت دورك كمدير منتخب أو مسؤول عن الإعلام في المنتخب إن أنت تطلع توضع وده لأنا بقوله بقى أبرافو عليك